الإطار التنسيقي يمنح مهلة جديدة للقوى السنية ما الذي سيشكله هذا الضغط على القوى السنية هل سنشهد اتفاقا سياسيا بين القوى السنية بسم الله الرحمن الرحيم يعني واقعا ما نسمعه أو ما سمعته الآن من تقرير يعكس هشاشة في البناء السياسي للتجربة الحديثة لا تحل القصة بهذه الطريقة يعني الإطار يلقي بالتبع على القوى السنية والقوى السنية تلقي بتبعة الأشياء على القوى الشيعية القصة لا تحل بهذه الطريقة يعني ما معنى أن تعطي للقوى السنية مهلة لكي تتفق على رئيس مجلس نواب جديد هذه المهلة لن تنفع ولن تتفق القوى السياسية السنية على مرشح واحد أنتوا قوى الإطار ما أنتوا القوى الأكبر أنتوا حكام البلاد الفعليين فكان يفترض أنتوا تحلون هذه المشكلة لما عجزت القوى السنية من حل المشكلة يفترض أنتوا تحلون المشكلة القول بأن القضية تحل عن طريق مجلس النواب يعني يدعوا مجلس النواب يعني الآن في التقرير يقول خلي مجلس النواب ويختار ما هو مجلس النواب يختار وعجز أيضا بسبب الانقسام والانقسام الذي حصل في جلسة الانتخاب السابقة بين السيد محمود المشهداني والسيد سالم العيساوي أيضا ما فيه أحد وصل إلى نسبة الحسم يعني النصف زائد واحد هذا ينبغي على الطبق السياسي أن تنتبع أن هناك خلل بنيوي في العملية السياسية هو الذي يوصل إلى هذه الاختناقات الكبيرة وهذه الاختناقات لا تتعلق فقط برئاسة مجلس النوار الاختناقات إذا ترجع شوي بالذاكرة إلى الوراء صار هناك صعوبة في اختيار رئيس مجلس الفزراء صعوبة بالغة يعني أنسيناها يمكن صار هناك صعوبة بالغة في اختيار رئيس الجمهورية صار هناك هذا جديد صار هناك صعوبة في اختيار رئيس مجلس النوار إذن لما صار الاختناق والانسداد على مستوى الرئاسات الثلاث إذن يجب أن نتوقف عند هذه الحالة ونقول أن هناك خللا بنيويا في العملية السياسية هذا الخلل يجب أن يعالج مو أذهب إلى هذه الطريقة البسيطة العفوية اللي ما تنم عن خبرة وعن كفاءة لا أطيكم مهلة اتفقوا شون تطيهم مهلة يتفقوا ما راح يتفقون هذه قوى سياسية ومدرصار دكتور عدر المقاطعة في سبيل الحل ماذا لو اشترطت بعض القوى السياسية تعديل المادة وإقرارها المادة نتائي عشرة من النظام الداخلي لمجلس النواب هل سيتم التوافق في سبيل ترشيح شخصية جدا؟ بالضبط يعني هذه المداخلة ممتازة جدا هو من نقول خلل بنيوي إذا وين الخلل البنيوي؟ إذن في النظام الداخلي النظام الداخلي بما أنه أعطى الفرصة لعدد من المرشحين فيفترض في الجولة الثانية أعلى ثمين يتم التصويت عليهم أيهما يحصل على أعلى الأصوات يكون رئيسا لمجلس النواب ليش إحنا قلنا خلل بنيوي؟ هذا ممكن أن يعدل وتحسم المسألة الآن بقوا عندنا أربع مرشحين حاليا تقدر تحسم الأمر بهذه الطريقة أنتوا بدل ما تقولون نمنح الكتلة السنية فرصة لاتفاق وضيع الوقت عليهم وضيع الوقت على نفسك الأفضل أن يتعدل هذا النظام وتقول يا عبا يدخلون الأربعة في جولة انتخابية أعلى ثنين يدخلون وأعلى ثنين يدخلون جولة ثانية وليفوز بالأغلبية النسبية ليش تشترض أن يحصل على الأغلبية المطلقة يعني نصف زائدة واحدة فإذن مثل هذه المشاكل يجب أن تحلب عن طريق حلحلة يعني بنية العملية السياسية وهنا العقدة في النظام الداخلي الخلل في النظام الداخلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر